كيفك دنيز؟ كيفك سلمان؟ بنفس الموضوع ماذا سمع الموفد الأمريكي من الجانب اللبناني؟ يعني حتى الآن لا تبدو الأمور محسومة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود وإن كانت الأجواء تؤكد بأن الأمور خطط خطوة إلى الأمام الوسيط الأمريكي حضر من إسرائيل بعرض ينص على حصول لبنان على مساحة 860 كم على أن تتولى شركة غربية مهمة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها وتقوم بتوزيع النفط بالتساوي بين لبنان وإسرائيل لكن هوكستون الذي حضر بأجواء تفاؤلية كرستها بحسب المعلومات سلسلة رسائل تلقتها أمريكا من المسؤولين اللبنانيين هذه الأجواء عادت وتبددت نوعا ما بعدما لمس الوسيط الأمريكي اللا وحدة في الموقف اللبناني لسيما بين السياسيين المسؤولين من جهة واللجنة المفاوضة من جهة أخرى التي لم يلتقها هوكستون ولم تطلع على تفاصيل العرض المقدم من قبله بحسب مصادرها حتى أن أحد أعضائها المتواجد خارج لبنان عندما سئل عن موعد عودته أجاب سريعا ليس قبل الانتخابات النيابية المقبلة وبحسب معالمة SBI فإن هوكستون وبناء لطلب رئيس الجمهورية سيرسل خلال أيام معدودة الأفكار المقترحة من قبله بشكل خطي على أن يتلقى بعد ذلك جوابا عليها رسميا وخطيا أيضا من لبنان موقف الرؤساء الثلاثة يميل إلى بتي هذا الموضوع بشكل إيجابي لكل واحد منهم بطبيعة الحال حساباته السياسية وغير السياسية فيما يؤكد متابعون أن أمام لبنان فرصة يجب أن يستفيد منها لتأمين موارد مالية قد تنقذه من أزمته المستفحلة بحسب المعلومات سيتولى رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي خلال الأيام القادمة الاتصالات اللازمة مع المعنيين لتوحيد الموقف من الطرح الذي سيرسله هاكستون وقد سهل الموقف الذي أعلنه قائد الجيش جوزيف عون بعد استقباله الوسيط الأمريكي مهمة ميقاتي بتأكيده أن أي قرار تأخذه السلطة السياسية تمشي به المؤسسة العسكرية وهو موقف يحمل فيه أيضا قائد الجيش السياسيين مسؤولية القرار في اعتماد الخط 29 وإمكانية الحصول على مساحة أكبر بكثير من الـ 860 كيلومتر التي إذا اعتمد الخط 23 في المقابل بدأ موقف الأمين العام لحزب الله الأخير مساهلا على الأقل بالعلن لبلف الترسيم مع شرط واحد أن لا تحصل مفاوضات مشتركة هذا الشرط محلول بحسب معالمة SBI لأن طرح هاكستون يترك لشركات التنقيب التواصل فيما بينها من دون أي حاجة لأي تواصل وتنسيق مباشر بين لبنان وإسرائيل شكرا